صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو بحيكم قناة ميرو للمعلومات تطبخ يا رب تكونوا بصحة وخير النهاردة أصدقائي من قناة ميرو هنقدم معلومة معلومة عن الفشار الكورن البوب كورن الفشار أصدقائي عايزين نعرف فوائده وأضراره هل له فوائد وأهمية للصحة كل ده هنعرفه من خلال الفيديو في البداية هنقول نبزة عن الفشار قد يبدو أن الفشار وكأنه وجبة خفيفة لذيذة لكن هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالفشار لكن معظم أشخاص لم يسمعوا بهذه المعلومات أو بهذه الأهمية الكبيرة العظيمة للفشار فتشمل الفوائد الصحية الفشار قدرته على تنظيم مستوى السكر في الدم يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بيحسن عملية الهضم بيحمي الجسم ضد مرض هشاشة العظام بيعمل على لقايا من السرطانات ويمنع التدهر المعرفي ويمنع الشيخوخة المبكرة وبيساعد على فقدان الوزن ما هو الفشار أصدقائي؟ بكل بساطة هو نوع من أنواع الدرة التي لديها قشرة داخلية نشوية وهي التي عندما يتم تسخين الدرة بتظهر وفي النهاية بيصبح الفشار اللي احنا بنعرف هناك أصناف عديدة من الدرة الصفراء فبما في ذلك الأنواع التي من مفترض أن يتم طهيها في الميكرويف طبعا كنا زمان أصدقائي قبل الميكرويف كنا بنعمله بنجيب اللي هو الحبوب الدرة الصفراء دي وبنحط شوية زيت في الحلة وعلى النار كنا بنسخنوا فبيتقطق كده وبيكون لنا الفشار لو نشوف تاريخ الفشار في العديد من الثقافات العديد من الأدلة تؤكد أن القدماء كانوا بيتمتعون بالفشار أيضا من قبل كثير من الثقافات لأكثر من 6000 سنة فكانت الزورة جزء هام في العديد من الوجبات الغذائية في العصور القديمة فالفشار من الوجبات المشيرة للإعجاب حيث التدفئة البسيطة لهذا المنتج النباتي على نار من خلق الفشار المعروف كانت الاكتشافات الأسرية السابقة للفشار بترجع إلى ندينة بيرو لكن أيضا أظهرت نيو مكسيكو وأمريكا الوسطى بقايا الفشار أو تقليق الفشار قبل حوالي 5000 سنة وكما ذكرنا أن الفشار يمكن أن يأتي في ألوان مختلفة استمى استخدام حبات زورة مختلفة اللون الفشار ينتشر في أنحاء العالم تقريبا في كل مكان حيث يتم استهلاك الزورة العادية ومع ذلك قمته كغذاء صحي ينتهي عند البدء بضخ الملح والزبدة أو المناكهات أو الطبقات الأخرى اللي بتوضع على الفشار زي السكر زي الشوكولت زي نكهات جديدة وكناش نعرف النكهات دي بتضاف دلوقتي على الفشار طبعا بالإضافة ضيب لينتقل بعض ذلك العالم من الوجبات السريعة غير الصحية فإذا أكلت الزورة وحدها بدون أي إضافات فأنت بذلك ستضمن أنك ستتناول وجبة خفيفة ومفيدة ولا تقلق من الحرارة فالحرارة وحدها تكفي لتكوين الفشار لذلك تجنب الطهي الزيوت النباتية لأنها يمكن أن تؤثر على محتوى الفشار لأنها بذلك تكون ما يسمى بالملوسات العضوية السابتة التي تزيل الكثير من الفوائد الصحية للفشار وكما قلنا أن الإضافات أيضا بتزود من خطر أكل الفشار يعني من الأصاح أننا نكله من غير أي إضافات قيمة الفشار الغذائية أصدقائي كل الفوائد الصحية اللي بتستمد من الضرة الأصفر بتأتي بصورة رأسية من المحتوى المسير للإعجاب للألياف الموجودة في الفشار والمتدات الأكسادة الموجودة في الفشار فيتاميين بهم مركب المانجانيز عنصر الماغنيسيوم بالنسبة لفوائد الفشار بالتفصيل الأصدقائي أول حاجة في الهضم من مهم أن ندرك أن الفشار يعتبر من الحبوب الكاملة فهو من أنواع الحبوب اللي بتحتوي على النخالة وده بيشبه كثير للحبوب الكاملة زي الأرز والخبز ولكن الفارق هنا أن الفشار هو من الحبوب الكاملة الطبيعية فهو بيحتوي على الكتير من الألياف ويأتي هذا من النخالة طبعا أن الوجود الألياف دي من النخالة نهيك عن المعادن الموجودة في الفشار وبيتاميين به بيتامينات به المعقدة أو المركبة وبيتاميين إيه اللي هو هه اللي بيتم تخزينه أما من حيث الهضم أصدقائي فبيحتوي الفشار على نسبة عالية جدا من الألياف اللي بدورها بتجعل حركات الأمعاء تعمل بسلاسة وبسرعة من خلال الجهاز الهضمي بيعمل على تجنب ظروف أخرى زي الإمساك مثلا لأن المعروف عن الألياف أنها بتحفز الحركة لأنها بتجعل عضلات الأمعاء أكثر سلاسة وتحس على إفراز العسارات الهضمية بيساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي في صحة جيدة فوقت الفشار على مستويات الكوليسترول في الدم أصدقائي وجود الألياف الفشار يعمل بطريقة مفيدة داخل الجسم فالحبوب الكاملة بتحتوي على نوع من الألياف اللي يمكن أن تزيل من الجسم الكوليسترول الزائد من جدران الأوعية الدموية والشرايين مما يخفض مستويات الكوليسترول ويعمل على خفض القطر على القلب الأوعية الدموية وبيمنع تصلب الشرايين والنبات القلبية السكتات الدماغية يقلل من الضغط على نظام القلب لأن القلب لا يعمل بجد في نقل الدم عبر الأوعية والشرايين المزدودة قلنا قبل كده أصدقائي أنه لتأثير كبير على نسبة السكر في الدم على خفض نسبة السكر دور حيوي ثالث للألياف الموجودة في الفشار هو تأثيره على نسبة السكر في الدم فعندما بيحتوي الجسم على كميات وافيرة من الألياف بينظم بذلك مستويات السكر ويجعل الأنسولين أفضل فبيعتبر الفشار المرض السكري فوائد الفشار في الوقاية من السرطان عندما عصروا على أن كمية كبيرة من المضادات الأكسادة داخل الفشار فكان ده بيعتبر في السابق من الوجبات السريعة الغير صحية نسبية ولكنه يبدو الآن أن أهميته اختلفت وذلك لأننا عرفنا دلوقتي أصدقائي أنه يحتوي على كميات كبيرة من المركبات التي تحتوي على مضادات الأكسادة بل هو يحتوي على أكثر أنواع مضادات الأكسادة من حيث القوة أثارت البحوث الأصدقائي أنه يمكن أن يعطي للجسم مضادات الأكسادة أكثر من الفواكه والخضار نحن عرفنا من الفيديوهات اللي قبل كده أن في علاقة كبيرة من المضادات الأكسادة والعامل الدفاعي القوي اللي موجود في الجسم اللي بيقضي على الجزور الحرة ده طبعاً بيرتبط بأمراض السرطان إنه هو بيخفض مرض السرطان فالجزور الحرة بتقوم بتحوير الحمد النووي الخلوي السليم إلى خلايا سرطانية فهنا الفشار يمكن أن يساعد على الحد من تلك المخاطر بالنسبة للفشار فوقده في مكافحة الشيخوخة هو متعارف إن الجزور الحرة تفعل الكثير من الدارة وسبب مرض السرطان والمواد المضادة للأكسادة أيضاً ارتبطت ارتباط وصيق بالأراضي المرتبطة بالتقدم في السن زي التجعيد، بقع تقدم العمر، الدمول البقعي، وضعف العضلات، والتدهور المعرفي، وهشاشة العظام وطبعاً مرض الخرف اللي هو الزهايمر فقدان الشعر كمان أزقائي أهم فوايد الفشار هو فقدان الوزن كوب من الفشار العادي بيحتوي على 30 سعر حراري فقط وهو ما يقرب من 5 مرات أقل من نفس الكمية من رقائق البطاطس الدهنية ألياف الموجودة في الفشار زي ما قلنا أننا نشعر بالشبع وبتحكم فيه هرمون الجوع يمكن من منع الأفراد في تناول الطعام فبيشبع المعدة ويجعلها أكثر راحة والفشار أيضاً منخفض جداً من حيث الدهون المشبع والزيوت الطبيعية الموجودة به فهو صحي من الدرجة الأولى وأساسي للجسم يبدو الفشار بالتأكيد مثل واجبة خفيفة صحية ولكن الغالبية العظمة من الناس بيغمدون الفشار في الكثير من الملح والزبدة والطبقة الأخرى في الفشار هي التي بتبطل الكثير من الأثر الإيجابي للفشار والإضافات الكثيرة اللي احنا قلناها ممكن أنها يضفوها على الفشار زي السكر زي العسل زي إضافات كثيرة جداً فبذلك بيبطل الكثير من الأثر الإيجابي للفشار ولا يستطيع أن يستفيد الجسم بشكل صحيح فيجب عليك صديقي تجنب الفشار المعبأ مسبقاً في الميكرويف لاحتواءه على النكهات كما أنك يجب عليك عدم وضع الزبدة والملح دي كانت نبزة ريعة عن الفشار وعن فوائده أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء في معلومات جديدة من قناة ميرو للمعلومات والطبخي ميرو تشانل واللي ما شافش القناة بل كده لايك شير سبسكرايب فعلوا الجرس واضغطوا على كلمة قول ليصلكوا كل جديد من فيديوهات قناة ميرو للمعلومات والطبخي شكراً وإلى اللقاء وتحياتي